توتر جديد يطفو على السطح بين أكبر قوتين مسلحتين في العالم وتكتمل ملامحه مع تحليق مقاتلات من طراز سوخوي 24 في أكثر من 20 طلعة جوية قرب المدمرة الأمريكية USS Donald Cook بمسافة قريبة وعلى ارتفاع 33 مترا وكانت المدمرة الأمريكية قد رصدت في المياه الدولية على مسافة 70 ميلا بحريا من كالينينجراد في بحر البلطيق تحليق المقاتلات سبقته طلعات استكشافية لمروحية روسية من طراز كاي 27 المضادة للغواصات وثقت طلعاتها بالتقاط بعض الصور هذا النوع من السلوء غير آمن وغير مهني ولهذا السبب كنت أؤكد منذ فترة طويلة على أهمية الشفافية والإعداد لمواجهة المخاطر في زيادة الجهود المبدولة للحد منها لأننا رصدنا في الأونة الأخيرة مزيدا من التهديدات من خلال التحركات العسكرية على حدودنا وفي أجوائنا وعلينا أن نتعامل معها بشكل أفضل لمنع وقوع حوادث واحتوائها رد موسكو جاء من خلال إعلان وزارة الدفاع الروسية بأن الطائرات الحربية الروسية التزمت بكل قواعد السلامة وأنها كانت تحلق ضمن تدريبات عسكرية وأن مبدأ حرية تنقل المدمرات الأمريكية لا يحد من حرية تحليق المقاتلات الروسية منذ النزاع في أوكرانيا زادت حدة التوتر عسكريا بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي وقبل حادث المدمرة الأمريكية سجلت بريطانيا عمليات تحليق لقاذفات بمحاذاة نطاقها الجوي قرب سكوتلندا واضطرت المقاتلات البريطانية إلى توشيه انذارات للقاذفات الروسية في أكثر من حادث قبل إجبارها على العودة كفاح الزين العربية